الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعضل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمهم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قليل لهم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو فن بينها وبينهم أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تدولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت الرأة عمران رب إني لذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما ذخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم من لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقف قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتهرك واصطفاك على نسان العالمين يا مريم طرقي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون فطلابهم أيهم يكفروا وريم وما كنت لديهم إذ يختصرون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرعين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يقول لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا طرى أرهم فإنما يقول له قل فيكون ويعلمه الكتاب والعكمة والتورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قل جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئوا الأكمه والأبرص ورحيه الموتى بإذن الله واربئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربهم فعقلوه هذا صراط مستقيم